اضحت هذه المشاهد مألوفة في شوارع المدن الفنزولية فمنذ خمسين يوما على بدء الاحتجاجات المظاهرات متواصلة ومطالبها رحيل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو وتنظيم انتخابات عامة مبكرة بعد ان وصلت البلاد لطريق مجدود مع استمرار الانتهاكات في مجال حقوق الانسان انصار المعارضة خلد يوم السبت مرور خمسين يوما على انطلاق الاحتجاجات المظاهرات ضد دكتاتورية مادورو فبحسب المعارضة التي سبق لها اندعت لأكبر مظاهرة ليوم المقاومة الخمسين فطرى ان اكثر من مائة وستين الف متظاهر احتشدوا للمشاركة مقابل ذلك غرقت قوات الامن محطات الميترو ومنع المتظاهرين بكاركاس من الوصول الى مركز المدينة حيث يوجد القصر الرئاسي والمحكمة العليا ومقر اللجنة الانتخابية وتخلى لهذه المظاهرات مواجهة عنفة بين عناصر قوات الامن والمحتجين الغاز المسل للدموع ورصاص الملطاطي وخراطم المياه من جهة قوات الامن مقابل الحجارة والززاجات الحارقة من المدنيين السلطات الفنزولية تزعمون قوى غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية هي من يقف وراء الاحتجاجات واعمال الشغب هاته لكن الحقيقة عكس ذلك فالازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بهذا البلد النفطي منذ تولي مادورو زمام القيادة هي الدافع الاساس اشتركوا في القناة